قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي إنه مسموح للمتعثرين في الشركة السعودية للمعلومات الايتمانية سما الاكتتاب في هرامك السعودية أوضح الخليفي أن عملية حصول المتعثرين على اعتمان لتمويل الاكتتاب خاضعة للبنك لتقييم قدراتهم الايتمانية وقدراتهم على السداد مضيفا بأن التمويل الخاص بالاكتتاب لا ينطبق على المؤسسات بل للأفراد فقط منويا بأنه بإمكان المؤسسات أخذ تمويل من البنوك لكن ذلك مرتبط بقدراتهم الايتمانية